مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب زي ما عودناكم في قناة الصحة والجمال إن احنا بنقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب في عالم الصحة في عالم الجلال الجمال من خلال أساس المتخصصين في جميع المجالات الطبية اللي بيجاوبوه على كل أسئلتنا وستفساراتنا كمان لو لكم أي سؤال أو استفسار ممكن تتواصلوا عنه من خلال الأرقام الموجودة أسفل الشاشة في حلقة النهاردة إن شاء الله نتكلم عن التركيبات الجديدة في عالم الأسنان زي ما احنا عارفين كل الناس بيتهتم بمظهر أسنانها وبشكل أسنانها إزاي نوصل للمظهر المطلوب ودرجة الجمال المطلوبة ومن اللي بيحدد الدرجة دي أكيد هو الطبيب المتخصص عشان كده معانا النهاردة ضيفنا دكتور أحمد السيد جاد استشاري طب وجراحة الفم والأسنان أهلا وسلم بحضرتك أهلا وسلم بحضرتك زي ما قلنا في مقدمة البرنامج إن احنا إن شاء الله نتكلم عن الجديد في تركيبات الأسنان وزراعة الأسنان لكن قبل ما ندخل للأسباب والعوامل اللي عايزين نعرف يعني إيه عملية تركيب الأسنان تمام بسم الله الرحمن الرحيم الأول التركيبات دي طبعا لها تاريخ بداية طب الأسنان وطبعا كل يوم في جديد بالنسبة لتركيبات الأسنان بتبدأ طبعا إن احنا من الأساس يعني من المستحب ومن الأفضل طبعا إن احنا ما نلجأش لتركيب الأسنان بالمحافظة على أسناننا يمكن ديه دعوة أو يمكن ديه رسالة مهمة نحن بنوصلها دايما لمرضانا وبنوصلها دايما لمجتمعنا إن احنا من الأهم إن أنا أقدر أحافظ على السن أو أقدر أحافظ على أسناني أطول فترة ممكنة بحيث إن السنان الطبيعية اللي ربنا خلقها بتدي كفاءة عالية جدا غير لما أنا أعمل استعاضة بسنان صناعية أو تركيبات صناعية أيا كانت النوع وأيا كانت الكفاءة بتاعتها بتوصل لأقصى حاجة 25% من كفاءة أسنان طبيعية فده يعني بوينت في الأول كده مهمة إن احنا من الأساس نحن يا ريت نحافظ على الأول على أسناننا الطبيعية اللي ربنا خلق أهلنا وإن احنا بأطول فترة ممكنة تقدر تخدم معنا وإن شاء الله يعني أكيد في نهاية الفقرة إن شاء الله نتكلم عن نصائح من حضرتك كده تقدمها لمشاهديننا يعملوا إيه علشان يحافظ على الأسنان أكيد إن شاء الله طيب حصل ظروف وإيه الأسنان بازل وبينا قدام أمر واقع يعني أو إيه التركيبات طيب تمام إحنا في التركيبات عمتا بنقول إن التركيبات دي جزئين ده هنبدأ فيها من البداية التركيبات جزئين إن فيه في الأول كانت تركيبات دي جزء منها تركيبات متحركة وتركيبات سبتة التركيبات المتحركة دي كانت قديمة أو ما بقتش أعتقد حد بيلجأ لها أكتر لأن لها مشاكل كتير جدا ولها مشاكل المرضى للوقت حاليا ما بيتقبلهاش بالتطور الكاملة تمام يعني إحنا معنا نوعين من التركيبات تركيبات سابتة وتركيبات متحركة إن شاء الله نتكلم عنهم باستفادة لكن بعد الفاصل مشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني أهلا بيكم مشاهدين كرام مرة تانية بعد الفاصل قبل الفاصل اتكلمنا وعرفنا يعني إيه تركيبات الأسنان وإم تألجأ ليه عمليات تركيبات الأسنان إن شاء الله بنتكلم مع ضيفنا الدكتور أحمد السيد جاد استشاري جراحة الفم والأسنان عن الجديد في عالم تركيبات الأسنان دكتور أحمد إن شاء الله نتكلم دلوقتي عن يعني إيه أنواع التركيبات الأسنان تمام إحنا زي ما قلنا في البداية والتركيبات دي كانت في الأول نوعين تركيبات اللي هي المتحركة والتركيبات السبتة تركيبات المتحركة دي ده ما قلنا ما بقاش حد يلجأ لها كتير لأن مشاكلها كتير وباقينا نسترعيد عنها في الفترة اللي كانت فاتت بالتركيبات السبتة اللي عبارة عن أن أنا بعمل كبري المريض بيبقى جاي عنده أسنان فقدها سواء كانت سنة أو أكتر من سنة فبيبقى بنعمله ديزاين أو بناخد سيشن هيتعمله إيه بالضبط كبري أو كراون على سنة معمول لها على الجذور أو حشو عصب فبتالي بتعمل لها حماية أو بتعمل لها قفر انجليها ده التركيبات السبتة جاهزات بقى على التركيبات السبتة ده حضرتك طبعا لأنه برضو كان بيبقى ليه مشاكل وليه حاجات فيه مش ما بتبقاش مريحة للمريض ساعات في بعض الأحيان إنه بنبقى بنضطر برضو بنبرد السنة بناخد من حيز من السنة قدام التركيبة قدام المسد توس واللي وراها بحيث نعمل كبري كراون قدام وكراون وراه بحيث إنه هو يشيل الجزء المسد اللي في النص بيبقى متحمل على السنان الطبيعة بعد ما بيحصل لها نحن بنبردها ونحن بناخد منها جزء أثناء التحضير بتاعه ده كان بيدي جزء برضو من عدم الراحل للمريض وفي نفس الوقت برضو بتبقى التركيبات ديت عبارة عن ممكن ما تبقاش أدابتة أو على السنان يحصل ليكش من تحت الكراون من تحت الكبري تتعمل تجمع للأكل أو للفود أو للشرب فبالتالي بيأثر على السنة اللي تحت الكراون أو اللي تحت الكبري فبالتالي بتدخلني في قصة تانية خلص برضو إنه ممكن السنة اللي تحت الكبري بتحصل لها تساوز تاني أو بتحصل لها أن هي تبوز أو تبقى مش سليمة فبضطر بخلع الكبري كله تاني بالسنان اللي تحت منه لو ما قدرتش نعمل له علاج جذور أو عالجه تاني وبنخش في قصة تانية خلص المريض بدل ما بقى مز دي واحد سنة واحدة بس بضطر إن أنا أشيل اتنين بقى سنة واحدة بقى ثلاثة وأدرع من الكبري بلونج سبان شوية بقى مسافته أبعد فالمشكلة بتاعت برضو التركيبات السابتة بدأت المريض برضو ما بيتقبلهاش طب إيه الحل وإيه البديل ده اللي بقى حضرتك طب يعني قبل نلجأ للحل أو البديل هل بيكون فيه أضرار أو يعني مضاعفات للمريض اللي بيعمل تركيب أسنان يعني مثلا بيواجه صعوبة في الكلام طبعا لأ مش مش صعوبة في الكلام هو طبعا كل القصة تدريجيا يعني المريض الأول كان بيركب تركيبات متحركة كنا بنعاني من إيه أو كان بيعاني إيه بيحصل بن رزوربشان يعني بن رزوربشان الضغط بتاعة التركيبة المتحركة أو الطائم المتحرك بتاع المريض اللي كان بيتعمل زمان أو بتعمل برضو لغاية دلوقتي بطريقة معينة بيحصل تآكل في العظم نفسه اللي شايل التركيبة المتحركة فبالتالي لما بيجي بعد كده نعمل خطوة أبعد زي زراعة أو حاجة بنلاقي السيكنس أو اللينس بتاع البون نفسه أو العظم بقى قليل لأنه حصله رزوربشن حصله تآكل حصله ضمور فبالتالي بيخليني بيزدق الدكتور شوية أنه يعمل ديزاين تاني في الامبلانتيشن أو في الزراعة فبيضطر أنه هو يعمل حاجات جديدة تاني أو يضطر أنه هو ياخد مسافة أكتر من العظم يختار جزء العظم اللي هيقدر يحد عليه وده كله بيرجع طبعا بعد ما بيعمل الأشعة الصرسية الأبعاد اللي بيقدر يحد عليها حجم العظم اللي يقدر يقول عليه هقدر عد للتركيبة ولا لأ ده بالنسبة للتركيبات المتحركة في التركيبات المشاكل المريض اللي كانوا يقابلها في التركيبات السابتة زي بقول أحظر كده يحصل ساعات إن فيحصل أكموليشن وتجمع الأكل من تحت الكراون من تحت التركيبة يحصل السنة بوزة أو السنة يحصل فيها خلل فيه لود على السنة اكتر من اللازم مفيش البايتنج بتاع المريض نفسه مش مرتاح فيه حاجة عالية من التركيب او مش عالية فلازم برضو دي تتصلح ودي تتعدل للمريض قبل ما يمشي من العيادة او من المخرج من العيادة بحيث ان هو يبقى البايتنج بتاعه او العضة بتاعته منتظمة مفيش حتة عالية او حتة حضرتك لو تجرب مثلا وفيه حاجة في اسنان الواحد عالية ما يحصلش توازن في المضغة او توازن في في الاكل خالص يحس ان في حاجة غريبة وحاجة بتدايق جدا بتدايق المريض فبالتالي نضطر ان احنا نزبط تركيباتنا السابتة على هذا الاساس برضو ان احنا بحيث يبقى شوية قريبة او من الطبيعي وفي نفس الوقت برضا تخلي العيان يحس براحة او يحس ان هو بيتعامل معها بشيء منطبيعي يعني التركيبات المتحركة دلوقتي ملغية تماما لا مش ملغية تماما لها برضو ظروفها لان برضو كل حاجة لها يعني لها متطلبات وعدم متطلبات ايو ايه يا بقى العوامل اللي الدكتور بيحدد على اساس ان الحالة دي محتاجة تركيبة السابتة او تركيبة متحركة فيه جزء مهم جدا طبعا ده المريض نفسه ثقافة المريض نفسه القسط بتاع التركيبة نفسيها المريض نفسه ثقافته عاوز ايه المريض بيحابب ايه اختار ايه متعود عليه يحس ان هو يرتاح في ايه اكتر في مريض يرتاح للتركيبات السابتة المتحركة عايز اعمل تركيب متحركة فيه منها بقى طبعا اتطورنا برضو من الهارد اكريل ده اللي كان بقى ناشف يعمل بوردوبشن بقت حاجات صفت طريقة ممكن يحصل له اكموديشن عليها وتعود عليها وهكذا برضو ممكن المريض لأ مش عايز المتحرك خالص بيضايقني بيضايقه في ايه برضو ما هو في حاجات كتيرة برضو لانه بقى في حاجة موجودة في الفم بتاع المريض بيحس بعدم حرية حركة لسانه بيحس ان حاجة غريبة في بققه بيستخدمها بيحس بعدم راحة او عدم تعود عليه فبالتالي ممكن ما يختارش التركيب متحركة طبعا كل حاجة مزيتها ايه هو يختار ليه حرية ليه حرية الاختار ولكن انت حرية العرض بالنسباله تقوله ايه اللي ينسبه وايه اللي ما ينسبوهش وخاصة برضو ان الحاجات الحديثة بتخلي الفاصيلة بتاعة تختير المريض بقت اعلى واكتر بس طبعا كل حاجة بتبقى حسب امكانيات المريض نفسه هو هيعرف ايه لكن لازم ان اعرض عليه وهو برضو بيبقى حسب امكانياته ممكن احنا نشتغل معاه بس ان اعرض عليه الصح وايه اللي ينسبو وبعد كده هو بيقى اختياره هو يعني ما فيش حالة من المرضى بتتطلب يعني تركيبات معينة او ثابتة او متحركة كله ممكن يتعاملوا الاتنين ممكن ممكن اه ممكن طيب يعني كم من المشاكل اللي بيحصل من تركيبات الاسنان او الثابتة او المتحركة اكيد الطب يعني بدأ يتطور بالزبط ويلجأ لعمليات اكثر او لطرق اجمل للاسنان بالزبط زي زراعة الاسنان تمام ام تبقى بيلجأ لزراعة الاسنان تمام احنا قلنا طبعا التركيبات السابتة مش هيبقى فيه وقت اللي غين عنها لان فيه حاجات هتطر ركب كراون على زي ما قلت حداك في الاول او في البداية على درس او سن معمول لها علاج جزور فبتبقى هشة او بريتل ممكن سهلة الكسر فبنعمل عليها كراون بورسلين او كراون زاركونيوم بحيث ان هو يعمل حماية ويعمل يد للسنة قوة ويد للسنة متانة ان هي تقدر تخدم المريض او تعيش معها ده بالنسبة للجزئية بتاعت التركيبات السابتة الجديد بقى الاستعادة او الثورة او الكلام الجديد كون ان انا اقدر اعمل زراعة اسنان ده طبعا ده الحاجة الايديال بالنسبة للتركيبات الاسنان واستعادة المزد توس او السنان المفقودة طبعا الكلام كتير جدا في صراحة الاسنان لكن انا هعمله امتى واختار الكس امتى وهعمل لها ايه بالزبط وهاشتغلها ازاي دي لها عوامل كتير جدا بتبقى انت حضرك بتختارها او انك انت بتحددها كدكتور بتترد على المريض او بتقول له ايه اللي ممكن يمشي معنا او ايه اللي حاجات اللي ممكن نعملها بس انت عليك دور وانت عليك مسئوليات ان انت تقدر نركب التركيبة ديات ونحفظ عليها ونستخدمها صح وتعيش معك فترة اطول مرة يعني هل زراعة الاسنان مرحلة تالي تركيبات الاسنان ولا الاتنين ما نعمش عليك وبعض لا ما نعمش في حاجة دي ده طريقة علاج ودي طريقة علاج تاني خالص مين بقى اللي بيحدد الطريقة المناسبة للمريض ده الطبيب طبعا دكتور واخد بال حضرك ونفس ولو المريض له رؤية او له طلب في مريض بيجي يكلمك في حاجة انت بدورك بقى او بدور الاورنس او التوعية بتقول المريض ممكن تشفته من حاجة هو مقتنع بيها لكن مش لازماء او مش هي الانسب بالنسبة له للحاجة اللي هي الانسب بالنسبة له كزراعة اسنان طبعا ده حاجة مهمة جدا حاجة افضل بكتير جدا هتقوله على ظروفها هتقوله على طريقتها والمدة الزمنية اللي ممكن تعملينه فيها ويرجع ويبعد بقى عن مشاكل التركيبات السابتة او المتحركة او الى غيره بان هو بيركب في المكان بس اللي هو فقده من السنان بحيث ان هو يقدر يستعيده ويستخدمه طبيعيا ومن جمال بقى الزراعة كمال الاسنان ان هي بتديك احساس بالطبيعية بتاعت التركيب او بتاعت السنة بنسبة 90% فده حاجة كويسة جدا ان انا بقى مركب حاجة وحس بان انا مركب حاجة شبه طبيعية 90% ده حاجة طبعا كويسة جدا طبعا اكيد يعني زراعة السن بتحس ان هي السنة طبيعية مش بتتاجل ولا تشيل للتركيب ولا تحط ولا تبرد من السنة ولا نبوص بنشغل على قد المكان الفاضي بس طيب يعني امتى بقى المريض ده يمكن يقولك بقى السنة تقولك انت حالتك صعبة او انها لازم اشيل السنة دي وازرع السنة من جديد اللي بيحدد مين تمام برو الطبيب حضراتك في ايه بنقول ايه هو المريض نفسه يعني كون ان السنة السنة اقدر احافظ عليها اه في وجودها هو اه طب بنقول حاجة تاني بطريقة تانية هي زراعة برا ان انا بعمل ايه زراعة الاسنان انا بعمل غرسة جوه عظم الفك سواء ابر او لور او يعني فوق او الفك العلو او الفك السفلي غرسة من جزئين غرسة داخلة زي الجدر نفسه ده الجدر بقى داخل العظم نفسه ونهايته على اللاسة زي مقول حقا كده ده نهايته والجزء الكراون اللي هيتركب من فوق بعد ما بيحصل الهيلينج وبعد ما بيحصل ما بين الغرسة نفسية والعظم طبعا الكلام ده مجاش من فراغ الكلام ده جيه طبعا لما اكتشف ان فيه مادة ممكن تتعامل فيها تتغرس جوه العظم ويحصل لها اه توافق ما بينها وبين العظم ما بيحصلش ان هي العظم يلفزها او العظم ما يتقبلهاش لأ بتخش بتعمل انترلوك مع العظم بتاع الفك نفسه وتبقى بمثابة الجد او بمثابة ان هي الغرسة اللي هيزبت عليها الكراون اللي هيتربط فوق ويتبني عملية الكلسترعشن اللي هيتعمل فيها السنة او الكراون او الدرس اللي هيتركب من فوق فبالتالي احنا بنقول ان Misokin القول ان اعنا بنركب الغرسة ديته على اساس ان هي تبقى بمثابة الجدر طب لو السنة قريدي موجودة زي مقول حضرها كده بقى هي موجودة وقدر عملها تريتمنت وقدروا عملها بلانينج وعالجها وان كان فيها مشكلة اصلاحها وعمل لها ان كان التعصب والاعمل لها اندو حشو جذور وتبقى موجودة كعندي غرسة واركب عليها construction بتاع سنة او crown ده كاين بعمل implant بس implant طبيعي نورمال موجودة عندي اللي هو السنة الطبيعية حصل مشكلة طبعي السنة دي فيها مشكلة كبيرة حصل فيها fracture من الجدر من الروت مش عارف ازبط عليه حصل فيها مشكلة تانية ان فيه abscess او فيه خراج من تقرر انه يطلع تحت السنة والفيلد اللي تحت الجدر او بتاع مشكلة مش عارف مش هتصلح لأ منضطر نخلع على السنة او نخلع على التوس اللي مش سليمة او اللي فيها مشكلة وبعد كده بنعمل مكانها اللي هو الimplant الغرس اللي هو التيتانيوم المادة اللي هي اللي زي قلت حضرتك عليها دي اللي اكتشفت من اهم الحاجات اللي كانت لها صادة جميل جدا في طب الاسنان مادة التيتانيوم لان بنعمل منها الشرايع بتاعت التزويت اللي قدر لو فيه كسر في الفات بنعمل منها الimplant بتاع زراعة الاسنان وهكذا فديت من الحاجات اللي فيها صورة جبيرة جدا وفيها تطور كبير جدا بالنسبة لزراعة الاسنان طيب الطبيب او المريض بعد ما يدخرج من عند حضرتك عمل تركيبات ثابتة او متحركة او عمل زراعة الاسنان هل اللي بيقى فيه متابعة دورية ولا الموضوع بينتهي عندي؟ لا طبعا ازاي بقى؟ لازم متابعة لان برضو حضرتك في القصة مش بالسولة دي برضو لان فيه عوامل فيه عوامل برضك فيه مريض فيه عوامل تقدر تقول لي ان انا هقدر الزراعة دي تنجح او لا لان انا بابقى برضك بتبقى انت عامل ديزاين وبلانج في دماغك انك انت هتعمل ايه ليه او المريض دو تهيستفاد بيه اطول فترة ممكنة ما انا مش هعمله زرعة كل سنتين ثلاثة وطبوصه كلام من دو لان احنا بنعتمد على ان الزرعة ان الجزء الامبلانت جوه العض ده اللي هو شائل القصة كلها فلو حصل له لوسنس او حصل له خالخالة او تلاقلق او حصل فيه اي انفكشن او تلاوث او عادو او او اي امكان المكان نفسه ما بقاش نضيف او ما فيش فيه منتينس فيش فيه صيانة او اهتمام بالسنان واللسة فيحصل المشكلة الريد اللي حصلت بالفعل في السنانة الطبعية ممكن الغرسة تتحرك تتلاقلق فالتركيبة كلها او الزراعة كلها طبوصه اضطر العيان يغيارها او نغيرها او نعملها بطرقة تانية فبالتالي له منتينس ولو طبعا اهتمام بعد التركيب ده مهم جدا احنا نتمنى كل الطبال الاسنان يشتغلوا ويكسبوا لكن لازلنا صحيح من حضرتك كده ان المريض او ان الانسان ما يلجأش لعمليات لا تركيبات الاسنان ولا زراعة الاسنان احنا زي موطحك في الاول كده احنا نتمنى طبعا لان كل حاجة اللي زي موطحك لها ميزاتها ولا عيوبها كنا نقدر احافظ الاول على اسنان الطبيعية دي بقدر الامكان ويمكن فيه برامج دلوقتي جميلة جدا على المستوى للمجتمعات المدنية برضو المجتمع المدني بيفكروا ان ازاي نقلل من التسويسات بالنسبة للاطفال من البداية ونقلل من حجم التسويسات في الاسنان ونعالج المشكلة من بدري فبالتالي المشكلة هأجلها او همنعها خالص ان انا اقدر افقد سوسي بقى متمكن اقدر يقضى على سنة او يقضى على درس مقدرش اعالجه بعد كده اخش في قصة زي ما قلت حضرتك بعد كده تركيب وسواء يبقى بأي طريقة من كانت التركيبات وبالتالي هنضطر نرجع تاني لان احنا نوصل لمرحلة نزاكات التركيبة هتنفع او لا او هتقيش او مش هتقيش فبالتالي لازم المحافظة سواء من قبل مزرع او قبل معمل تركيبة وما بعد التركيبات او ما بعد الزراعة مهم جدا المنتينس ان انا بقى عاود الدكتور مرة على الاقل لكل سنة ان انا بقى حافظ على تركيبتي بشوف في مشكلة فيها ولا لا بحيث يبقى المشكلة لو في الاول يقدر الدكتور يعالجها لو فيه اي حاجة بتتجمع او فيه حاجة اكماليشن بتحط من الاكل او من الاسد او من الشرب يقدر الدكتور يعالجه يقدر يمنعه ان هو يبقى فرصا ان هو يبدأ يبوز التركيبة او يخلي التركيبة ما تخدمش مع المريض اطول فترة ممكنة يعني دايكو اللي انا صح مهمة وان شاء الله يعني اتمنى نكون قدمنا معلومات جيدة لسهد المشاهدين انا في نهاية الفقرة باشكر حضرت جدا دكتور احمد استيد جاد استشارك راحت الفم والاسنان شكرا شكرا فهم كمان بنشكر استيد المشاهدين على حسن المشاهدة والمتابعة دي كانت الفقرة الاولى من برنامج استاذ فالطب اتكلمنا فيها عن التركيبات الجديدة في عالم الاسنان وزراعة الاسنان عرفنا انواع التركيبات وامتى بلجأ ليه التركيبات او لزراعة الاسنان ان شاء الله بعد الفاصل هتكلم عن كل ما يخص طب الاطفال مع الدكتور احمد الوكيل استشاري طب الاطفال انتظرونا بعد الفاصل